السلام عليكم عزنا طلبة وطالبات واولياء امور ومدرس الصف الاول اعدادي اخيرا وبعد طول الانتظار تم الاعلان اليوم عن منهج الصف الاول اعدادي لعام الدراسي الجديد عشرين اربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين وان شاء الله المنهج سهل وبسيط والتفاصيل اللي فيه بازن الله مش كتيرة فيديو بتاعنا النهاردة هنشرح جرامر يونيت وان المنهج جديد خلاص نزل هنشرح جرامر يونيت وان اللي احنا هنشرحه والناس اللي مش متعودة معانا المرحلة ابتدائية احنا الحاجات اللي هنشرحها هسيب لك منها نسخة فيه صندوق الوصف عندك او اول تعليق اضغط كده هتلاقي الشرح اللي احنا هنشرحه بالتمرينات بكل اسئلة هتلاقيه موجودة عندك لو انت حايب ترجع له او تحل معانا طيب وحدتنا عبارة عن ايه الوحدة متقسمة لست دروس يعني كل واحدة علينا ان شاء الله ست وحدات كل واحدة سنقولها متقسمة لكم درس ست دروس الجرامر عبارة عن درسين بيبقى الدرس التاني والدرس اللي الرابع الوحدة بتاعتنا هو درس واحد اللي هو الباست سيمبل الماضل بسيط كان عد علينا في المرحلة الابتدائية بس احنا هنشرحه النهار ده بالتفصيل وظروف التكرار وازاي نستخدمها برضو مع الباست سيمبل مع الماضل بسيط كل طالبه منك ان انت تركز على مهلة خالص لو معاك نوت بوك دلوقتي كراسة هتقلمك وابدأ سجل الملاحظات ورايا وانا هسيب لك البورد لو انت حابب تكتب اي حاجة ابدأ اكتب معايا طيب هو عنوان الوحدة بيقول ايه دعا نشوف عنوان الوحدة مع بعض عنوان وحدتنا الاولى يونت وان اجريت سامر وطبعا اه اجريت يعني رائع او عظيم والسامر اللي هو الفاصل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي في الاجهازة اللي هو فاصل يمين فاصل الصيف يبقى يعني فاصل صيف جميل وطبعا ايه اه نحس كده ان العنوان اسم على مسمى الصيف اللي احنا فيه ديكم شايفين طبعا جريت رائع وعظيم جو حر جدا زي النار طبعا ايه ده عنوان الوحدة الاولى يبقى عنوان اول وحدة لنا استنادي المنهج الجديد عشرين خمسة وعشرين اجريت سامر ده عنوان اليونت طيب احنا دلوقتي هنشرح زي ما قلنا الجرامر اول جرامر موجود عندنا هنبتدي بيه الاولى عددي الباست سيمبل تعا نشوف كده واحدة واحدة بالراحة ايه هو الباست سيمبل اللي هو زمن الماضي البسيط الباست سيمبل زي ما قلنا الباست سيمبل اللي هو زمن الماضي البسيط الزمن ده يا جماعة ليه تعريف يعني الماضي البسيط ليه تعريف ايه تعريفه تعريف زمن الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل تاني تعريف زمن الماضي البسيط لو حد قالك هو ليه تعريف اه ليه تعريف اعرفه الماضي البسيط ده هو التصريف الثاني للفعل يعني يه التصريف الثاني للفعل؟ بيقولك ان كل الافعال اللي في اللغة الانجليزية كل الافعال اي فعل يأما فعل منتظم يأما فعل غير منتظم تاني يبقى الافعال متأسمة كمنوع نوعين افعال منتظمة وافعال غير منتظمة نبتدي بالنوع الاولان هو نكتب كده وهناك نوعان من الافعال يبقى تاني الماضي البسيط اللي هو تصريفك التاني للفعل الافعال كم نوع نوعين اول حاجة اللي هو الفعل المنتظم ما للمنتظم ده؟ قال الفعل المنتظم ده احنا بنضيف للفعل حاجة من التلاتة دول يأما دي او اي دي او اي اي دي بتاعلي كده انتوا بدأت تفتكروا تاني يبقى الماضي البسيط كم نوع نوعين افعال اسمها لفعل ايه؟ المنتظمة باضافة دي اي دي اي اي دي انه عد تاني افعال غير منتظمة ودي ملهاش قاعدة مالها تحفظ هديك برضو امثلة دلوقتي ليها فعال غير منتظمة تحفظ ملهاش اي قاعدة طيب نرجع تاني بالروحة للفعل المنتظم حد يسألني سؤال يقول لا مستر الفعل المنتظم ده هو احنا براحتنا نضيف الدي براحتنا نضيف ال اي دي لا في قاعدة القاعدة بالروحة نمشي واحدة واحدة امت نضيف للفعل يا سنة اولى اي اي دي قال لك عندما ينتهي الفعل بحرف واي يسبكه يعني قبلي حرف كونسنانت اه يعني ايه الكلام ده انا مش فهم حاجة يعني ايه اي اي دي بيقولي نضيف ال اي دي لما الفعل اللي يكون عندي اخر حرف واي قبل حرف ال واي حرف ايه حرف ساكن يعني ايه الكلام ده هو الانجليش في حروف ساكنة كونسنانت وفي حروف فاولز اه الانجليش كم حرف ستة وعشرين حرف تمام فيهم الحروف المتحركة خمس حروف ايه الحروف المتحركة اكتبهم بقى عندك حروف متحركة اي 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 او يو نقولهم تاني اي 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 او يو دي اسمها الحروف اي حرف غير دول بنعتبره حرف يعني اي حرف حرف ساكن طيب تعال بقى قد ندي مسال هنقول مسلا كلمة يبكي يبكي يعني كراي عايزين يجيب الماضي من كراي خلي بالك بقى معي اهو نمشي واحدة وحدة قلك عندما ينتهي الفعل بحرف واي اهو الواي بس في قعد لازم يكون قبلي حرف ساكن فانت عينك على الحرف ده حرف مين ده الار الار ساكن ولا متحرك طالما مش من دول يبقى ساكن يبقى دي القعدة بتاعتنا تمام نعمل ايه بقى نشيل حرف الواي اهو نحذف حرف الواي وبعد كده اهو نكتب بقى سي ار نحذف الواي ونضيف اي اي دي يبقى الماضي من كراي كرايد تاني الماضي من كراي كرايد طيب يا مستر دينا مسايل كمان يزاكر ستاري تعا نجيب الماضي من الستاري اللي هي يزاكر اخر واي اه طيب اللي قبل الواي حرف الدي الدي هنا من دول لا يبقى حرف ساكن يبقى القعدة بتاعتنا نشيل مين نشيل الواي يبقى ستاري هيبقى عامل ازاي اس تي يو دي اي دي يبقى ستاري هيبقى ايه هيبقى طيب حد يسألني سؤالي يقول لي يا مستر لو فعل زي مسلا يلعب عايزين نجيب الماضي من بلي اقول لك تعالى واحدة واحدة على مهلك عندما ينتهي الفعل بحرف واي هو ده اخر واي مظبوط لازم يكون قبل واي حرف ايه ساكن طب الايه ساكن لا ده الايه من الحروف الايه المتحركة يبقى قوعة تحزف الواي يبقى الواي لو قبلها متحرك ما تقربش منها طب نعمل ايه في الحالة دي قالك في الحالة دي ضيف اي دي بس يعني تعمل كده اهو بس كده تمام يبقى تاني لو متى نضيف للفعل اي اي دي عندما ينتهي الفعل بحرف واي لازم يكون حاب لحرف واي حرف ايه حرف ساكن طيب نكمل بقية القواعد يبقى احنا كده خلاص تعلمنا مين الاي اي دي طيب سيب الاي دي دلوقتي امت نضيف دي قالك عندما ينتهي الفعل بحرف الاي يعني ايه لو فعل خلص باي نضيف له دي اه تعني ادي مثال يقول لك مسلا يحب لايك هاتلينا الماضي من لايك قالك تعالى لايك ده اخر وحرف الاي حرف الاي طيب اجيب الماضي منه ما فيش حسف ولا حاجة ادي الايها واضيف الاضافة بتاعتي بقى لايك تمام ادي مفاش تفاصيل تاني طيب بقي مين كده سانا اقولها الاي دي اكتب كده بقى عندك مع باقي الافعال يعني ايه مع باقي الافعال اللي ما ينفحش مع القاعدة دي ولا القاعدة دي ضيف اي دي ايش رح نستروضح انا مش فهم منك تعالوا مسلا نكتب مسلا كلمة يمشي يمشي يعني وق تعالى نمسك واج دي لو سألتك سؤال قلت لك نضيف لها اي اي دي ولا نضيف لها اي دي ولا دي طيب واحدة واحدة الاي اي دي لازم يكون اخر واي وهنا مش واي الدي لما يخلص باي وهنا ما فيش اي يبقى على طول تحب الجيب الماضي من كلمة اي اي ام شواء اهو برو عامل اي ضيف لها اي دي ده بالنسبة اسمها اي اسمها قواعد الاضافة ده ده كل الفعل انهو الفعل المنتظم تاني نعيد تاني بالراحة يبقى احنا بناخد النهار ده هو التصريف الثاني للفعل الافعال كم نوع هناك نوعين من الافعال فعل منتظم وفعل ايه غير منتظم الفعل المنتظم بنضيف له ايه D. ID 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 يضيف لو ايدي طيب الافعال التانية بها دي ما لها غير منتظمة ما لها تحفظ يعني ايه تحفظ ليس لها قاعدة هكتب لك كم فعل وعايزك تفكر في الماضي لو جاء لك الماضي من جو الماضي من سي اللي هي يرى الماضي من ران ها الماضي من بي اللي هو يكون حد يعرف الماضي من دول يلا كده فكروا دي افعال مثلا امثلة لافعال غير منتظمة انا هدي الجدول كويس برضو في مجموعة افعال واحنا ماشيين في المنهج كل ما هيجي فعل هكتبه لك ما تقلقش الماضي منها ايه بقى ايه ايه انا سامح حد بيقول ايه اللي هي زهبة عرفتها من ايه لو انت عرفتها انت حافظها من مرحلة ابتدائية الماضي من سي سو الماضي من ران الماضي من بي حاجة من الاتنين يواز يوير واز مع المفرد وير مع الجامع ده كده بالنسبة لشكل الماضي البسيط تاني بالراحة على مهلنا خالص احنا وقت بنتكلم في شكل الماضي البسيط يبقى الباس سيمبل جاس انا اولى كم نوعين من الافعال نوعين فعل منتظم فعل غير منتظم الغير منتظم لازم تحفظه يبقى الزمن ده ما طلوب في حفظ افعال الفعل اللي يجو قدامك حد يقول لك وبيشرح لك ده غير منتظم لازم تحفظه مالوش قاعدة شايفين ايه اللي خلى جو انت احنا حافظينها كده ايه اللي خلى سي سو احنا حافظينها كده وعشان كده بيسموه فعل غير منتظم تمام طيب الافعال العادية مالها والمنتظم وبنضف لها دي او اي دي او اي اي دي وعرفنا احنا دلوقت مع بعض امتى نضيف الكلام ده كله طيب هسألك كده ايه سؤال صغير اشوفك ايه هديك كده مثلا ايه فعل وعايزك تكتب لي الماضي بتاعه في التعليقات عندك هكتب لك فعل او فعلين عايزك تكتب الماضي بتاعهم فكر كده معي وشوف هل انت عارفهم ولا مش عارفهم هكتب لك مسلا هنا دلوقتي الفعل اللي هو يأكل هل تعرف الماضي منه هتلي بقى الماضي من ايت تمام اللي هو يأكل وهتلي مثلا الماضي من كلمة ووتش اللي هي او واتش ليه يشاهد يلا كده عندك في التعليقات هتلي الماضي من ايت والماضي من واتش هسيب لك السبورة لو انت حابب تاخد سكرين بالموبايل وبعد كده نرجع نكمل مع بعض باقي زمن الماضي البسيط وبعد ما شرحنا في اول جزء عندنا في الفيديو بتاعنا شكل الماضي البسيط انا اعيده لك تاني بسرعة وندخل بقى ازاي ننفي ازاي نعمل ازاي نعمل سؤال بالراحة كده واحدة واحدة احنا شرحنا ايه قلنا ان احنا عندنا حاجة سمحة الماضي البسيط قلنا اهو بالراحة خالص على الماضي البسيط قلنا ان هناك كم نعمل افعال فيه نوعين فيه فعل عادي اللي هو باضافة دي او اي دي او اي دي وفيه فعل غير منتزم اللي هو احنا قلنا ماله قلنا يحفظ ده اللي احنا شرحناه او تلخيص اللي احنا شرحناه طيب تاني نقطة لازم تتعلمها في الماضي البسيط ايه هي لازم تتعلم نكتب بها كده على معلنا خالص اهو النافي انت دلوقتي عندك جملة ماضي بسيط وحابب تنفيها تنفيها ازاي دعا كده نشوف واحدة واحدة يعني مثلا عندي مثلا كده ليه اي يلعب يعني بلاي الماضي من بلاي بلايد اي بلايد تنس وعايزين ننفي الجملة دي عايز اقول انا ملعبتش خلي بالك معي الفعل اللي موجود عندي هنا سانا اقولها ده بنسميه فعل ايه فعل ماضي تمام قالك النفي بتاع الماضي اول حاجة بتعملها ان انت بتنزل الفاعل زي ما هو مين الفعل اللي هو الاي هي شي اتا ملكش دعوة بيه بعد كده بتجيب الكلمة دي كلمة ديدنت ركز بقى معايا زائد الفعل يرجع لاصله يعني هي يرجع لاصله يرجع للمصدر تاني يبقى لما تحب تنفي الماضي البسيط بتسيب الفاعل وبتجيب من عندك قبل الفعل كلمة ديدنت لا وترجع الفعل لاصله يعني تحوش منه الاضافة يا مستر الكعر دي بتنفي العادي ولا الغير عادي كلهم اي فعل ماضي لما تحب تنفيه هاد ديدنت ورجعه لاصله طب فيه طريقة تانية للنفي اه قالك ممكن انف بكلمة بس سيب الفعل زي ما هو يعني انت ممكن انتقول never played عادي خالص طب يالله ننفي كده بقى الجملة بتاعتنا الحلوة دي هسيب الاي زي ما هي اهو واجيب من عندي كلمة ديدنت والمصدر من played play نقرأها بقى كده او اي ديدنت play اي ديدنت play ما تقولش played وهدي كلمة مين تنس او اي نيفر played عمري ابدا played بعد never اي نيفر played تنس يبقى تاني الماضي البسيط لما تحب تنفيه ركز معاي اهو لما لعيد تاني بجيب ديدنت ورجع الفعل لاصله يا مستر ده ينفل منتظم وينفل غير منتظم اه ينفل لتنين سواء فعل منتظم او سواء فعل غير منتظم طيب النقطة اللي احنا عايزين نتعلمها بعد كده ده اللي هو السؤال لو انت عايز تسأل سؤال تعمل ايه لازم على طول في الماضي تفكر في كلمة مين تفكر في كلمة داد لو عايز تبدأ سؤال بكلمة هل او لو بقى داستفهام تجيب لاداستفهام ومعد كده داد واتدخل من جوه الفاعل وبعد كده برضو نرجع الفاعل للمصدر تاني تاني يا سناولة لما تحب تعمل سؤال على جملة في زمن الماضي او في فعل ماضي عندك عايز تعمل سؤال تعمل ايه تجيب كلمة مين داد والفاعل يبقى جوه وبعد كده المصدر حد يقولي طفاهم هالي حاضر اي بلاي تنس انا لعبت تنس عايز اقول هل انت لعبت تنس هنبدأ بداد الفاعل مين اي واحنا عارفين الاي بتحول في استعلمين ليو يبقى did you والمصدر من play play يبقى did you play وانزل كلمة مين تنس ممكن برضو عادي هنا طبعا ارد اقول ايه لما حد يقولك did you play tennis هل انت لعبت نس اقول له ايه ياس طب لو اقول ناس نقول ياس ايه نعمل عملية المقاص اقول ياس ايه did طب لو اقول no i didn't لا لمالعب طب ممكن اعمل سؤال بقادة استفهام او عادي ممكن نقولك what did you play مازا لعبت تعاني كتبها عادي هول عايز تعمل سؤال what يعني بقادة استفهام ما فيش مشكلة هون what هي هي did you play خلي بالك من play اي جملة فيها did لازم الفعل يكون فين في المصدر اي جملة فيها didn't لازم الفعل يكون فين في المصدر what did you play مازا لعبت ممكن نرد عا السؤال ده اقول ايه تنس نعيد تاني النقطتين دول نعيد تاني النقطتين دول يبقى لما تحب تنفي بتجيب كلمة مين didn't وبيجي بعدها المصدر لما تحب تسأل تسأل بمين بداد وتجيب معاها الفعل مين في المصدر تمام طيب اركز بقى معايا هنا في نقطة مهمة جدا مش بيعرفها غير الطلاب الشاطرين هم اللي مش بينسوها الكلام ده ينطبق على جميع افعال الانجلش اي فعل ماضي في الانجلش تحب تنفيه انفيه بdidn't هات قدامه didn't ورجعه الاصل اي فعل ماضي تحب تسأل عليه عندك قبل الفعل كلمة داد معا ده فعل واحد فقط حد يعرف الفعل ده في فعل ما ينفحش مع القعدتين دول خالص ماشي كده مع نفسه حد يعرف الفعل ده يسا انا قوله مم قوله بصراحة كده في التعليقات مين هو اكتبهولي وقول فعلا انت فكرت فيه ولا مش هو انا اشرحولك دلوقتي في فعل ماضي مالوش علاقة بالكلام ده يعني ايه مالوش علاقة يعني ما ينفحش لا يتنفيه بdidn't ولا ينفح نسأل عليه بdidn't اقول لك مين هو الفعل ده تعالي الفعل ده يا جماعة اللي هو الفعل بي هو في فعل اسمه بي اه يعني ايه بي بي بالعربي يا جماعة يعني يكون تمام مالو بقى بي ده اللي احنا كنا بنسميه في ابتدائي او كنتوا بتسموه فيربي تو بي مالو بي بي ده هو ده فعل منتظم ولا غير منتظم هو فعل غير منتظم يعني ليه تصريف اه ليه تصريف ركز بقى معي قال لك كلمة بي دي بتنقسم لحكتين في الماضي يا اما وز يا اما وير ماشي حد كده كويس طيب هم عاملين اتنين لي يا مستر اقول لك حضر الواز مع يعني اقول اي واز انا كنت او هي وشي وات هي واز شي واز ات واز طب الوير مع الوي وليو وذي يبقى الوير مع الجامع تاني يبقى فيربي تو بي في الماضي يا اما واز يا اما مين يا اما وير حلو خالص طب تمام دينا جملة طيب يا مستر فيها واز او وير اقول لك شي واز ات اسكول هي كانت فين في المدرسة لو حد سألك سؤال قال لك الجملة دي في زمن ايه على طول تروح للفعل تقول له الله سهلة جدا واز ده فعل ماضي تمام يبقى الجملة دي في زمن مين الماضي نيجي بقى عن نقطتنا حد سألك سؤال قال لك انفي الجملة دي عايزين ننفي الجملة دي هي كانت في المدرسة قال لك انفي احنا لسه يلينا نواصف فعل ايه فعل ماضي حلو خالص المفروض ان احنا نعمل ايه didn't ونرجع الفعل الاصله يعني المفروض ان انت تقول شي وتجيب هنا didn't وترجع واز لاصلها اللي هو مين بي تقول didn't be مفيش حاجة في الانجليش بقى اسمها didn't be خطأ الكلام ده خطأ امال ايه بقى قال لك الفعل ده مش بيتنافى بdidn't امال بنعمل ايه قال لك لما تحب تنفيه ان نفيه بنت بحط الكلمة was او كلمة where not بس كده تاني يبقى verbe to be لما نحب ننفيه بيتنافى بnot يعني يا مستر طب ان في الجملة دي حاضر she واسيب was زي ما هي واضف لها الاباستر في بقى she wasn't هي لم تكن at school هي مكنتش في المدرسة مرحيتش كانت عيين يبقى تاني يبقى verbe to be لما ننفيه بيتنافى بdidn't لا بيتنافى بnot طيب احنا لما بنسأل على الماضي بنسأل بمين بدد تمام معادة بي قال لك لما تيجي تعمل السؤال اعمل عملية المقص اكتب كده السؤال بالمقص حركة دي كده معناها عملية المقص يعني مقص يا مصر يعني نعمل كده ونعمل كده اه يلا طلع لي واس بره ادي واس طب هيبه معناها ايه بردو هل وندخل شي جوه was she was she كمل عادي هل هي كانت at school في المدرسة طب عايز اجاوب عادي جدا اقول yes واعمل مقص اقول yes she was طب لو no no she wasnt سجل الملاحظات دي عندك تاني عشان ما اتهش مني اقول لك احنا شرحنا ايه اقول لك احنا شرحنا ايه كده ركز لو حسيت ان انت تايه وقف الفيديو شرح لك حاجة وارجع لي تاني استعلمها ليه خالص انا بناخد زمن اسمه الماضي ده نوعين من افعال افعال عادية افعال غير عادية العادية باضافة دي او اي دي واي اي دي وشرحت لك في الاول ازاي نضيف الدي او ال اي دي او ال اي دي والغير منتظم يا حفظ لما تحب تنفي الماضي البسيط هددنت ورجع الفعل الاصله لما تحب تعمل سؤال هدد ورجع الفعل الاصله اي فعل في الماضي اي فعل في الماضي معادة فعل مين ده بي اهو بي لما تحب تنفيه ان فيه بناط وازنت ويرند لما تحب بتعمل سؤال بتعمل تقديم الفعل على الايه تقديم الفعل على الفعل طيب اللي فهمني تعالا كده ايه مع بعض هديك ايه هديك سؤال شغل بقى الامتحانات تعالا كده لو عمل لك ايه قالك حبا اختيارات ران اللي هو يجري ولا ران هبا ديدنت ران ولا ران ران ده مصدر وران ده الماضي بعد ديدنت استخدم مصدر ولا استخدم فعل ماضي بعد كلمة ديدنت هي ديدنت بتدل على الماضي استخدم بعد ايه ايه اللي هنا مكتوب مصدر يبقى المصدر هنا كلمة مين ران ممتاز طب حلوا بقى الجملة دي في التعليقات كده عندكم لو انا قلت ديد هي نقط تيفي اختار واتش ولا واتشد يعني اختار مصدر ولا اختار فعل ماضي في جملة بعد ابدات جملة بعد ابدات اقول واتشد تمام دي كده احنا شرحنا كده تلات جزئيات شكل الماضي نفي الماضي السؤال على الماضي بقى ايه استخدام الماضي وازاي في الامتحان تعرف ان الجملة ماضي وتروح حللها على طول ده اللي حبقى ايه في الباس سيمبل اسيب لكم البورد ونرجع نكمل مع بعض تاني دلوقتي وصلنا مع بعض الجزئية مهمة جدا اللي هو انت في الامتحان ان شاء الله تعرف ازاي ان الجملة دي ماضي يعني تعرف ازاي انها زمن الباس سيمبل او الدرس الباس سيمبل خلي بالك معي هنعرفه بحاجة اسمها الكلمات اللي بنسميها الكيوردز كلمات الدالة على زمن مين الماضي البسيط ايه الكلمات اللي بتدل على الماضي خلي بالك عندك مسلا كلمة مبارح او بالامس اللي هي مين عندك كلمة السابق اللي هي اسمها ايه اسمها لاست يقول لك مسلا لاست ويك الاسبوع الماضي لاست مانس لاست يير اي كلمة لاست يبقى تعرف ان على طول الجملة دي في الايه في الماضي عندك فترة زائد اجو اقول اشرح حالك دي بقى يعني ايه اجو منذ يعني اين فترة يعني يقول لك كده ويصد اجو اعني ايه كده منذ سنتين ما ينفعش اقول اجو 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 هنعون اقول لك لاست عندك انها واست يعني السابق واجو فترة زائد اجو يعني منذ عندك ايه تاني عندك ان زائد سنة ماضية يعني ايه لما اقول مسلا في سنة الفين او ده زمن ايه برضو زمن ماضي يبقى ده برضو ماضي لما يقول لك مسلا عندما كنت عندما كنت صغيرا برضو ده ايه ده ماضي لما يقول لك مثلا يعني ذات مرة وانا كل ده كاتبه لك ما تقلقش في الملزمة اللي موجودة عندك في اول تعليق يبقى الكلمات دي لما تلاقيها يبقى انت مطلوب منك فعل ماضي طيب وضح اكتر يا مستر او يدينا امثلة عاضي لما يقول لك مثلا زي نقط فوتبو كرة قدم يديك اختيارات يقول لك زي بلي زي بليز زي بليد افكر لك ده في الجملة دي اكتب لك واحدة كمان اقول لك بالامس اختيارات ميت مت ميت ميت اللي هي يقابل يلا كده جالي جمل زي لي كده في امتحان اعمل ايه بص علمها لي خارج عندك كلمة اجو معناها منزل فين هي اهو من العلامات الده اللي علمين على الماضي البسيط يعني انت مطلوب منك تختار فعل ماضي ولا اكتر ولا اقل ده فعل في اس تاع المضارع لا وبي ده مصدر يبقى الماضي هنا ايه بليد طيب تمام الجملة التانية اي دي دنت نقط علي يستردي يعني ايه يستردي بالامس يبقى انا عايزين فعل ماضي تمام بس هنا فيه تركاية في الجملة دي اللي مركز هيعرفي حلا دي كلمة مين ديدنت او احنا لسه قلنا ان لو لقيت ديدنت في الجملة او لقيت ديد لازم الفعل يكون فين في المصدر حتى يا مستر لو فيك المدلة حتى لو فيك المدلة يبقى لو لقيت ديدنت او ديد ما تختارش غير مصدر هنا ميت يقابل مصدر ميت ده ماضي لا خلاص بقى وده في اس خلاص يبقى هنا هنروح لمين يا جماعة هنروح لكلمة ميت ده بالنسبة للكلمات الدالة على الماضي يبقى الكلمات دي لما انت بتشوفها تختار فعل ماضي او فتصيح الخطأ تروح تصحح على طول على الفعل الايه على الفعل الماضي طيب استخدامات الماضي البسيط الماضي البسيط ده عاملينه ليه? قال لك يعبر عن حدث. حدث يعني حاجة بدأت وانتهت في الماضي. يعني الحاجة خلاص حصلت. يعني ايه حصلت? يعني واحد يقول زي بلايت فوتبول. لعبه خلاص. هم الوقت بيعملوا حاجة تاني. لما يقول لك زي عالي اه انا ما عابلتوش حاجة اصلا ما حصلتش. يبقى الماضي البسيط بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي. نعيد التاني كده بالراحة الماضي البسيط. فعل عادي فعل غير عادي. السؤال بدت خلي بالك من بيتنافع بنت. والسؤال بتقديم الفعل على الفعل او عملية الايه? الماصل. والكلمات الدلة دي انت لازم تحفظها كويس علشان تعرف ايه تحل. طيب في حاجات محتاجة تفكير في الماضي اه. في جمل انت لما تشوفها هتتلغبط اه تعال خد الجملة دي وفكر كده معي بصوت عيلة. وانا قلتلك مثلا. هي. happy. yesterday. دي كده الجمل احنا بنصنفها اصعب جمل في الماضي البسيط. بس ان شاء الله ما فيش حاجة صعبة عليكم. did. ولا was. ولا where ولا do. يلا كده افكروا لي في الجملة دي. تمام. he happy yesterday. he happy yesterday. اقول did ولا اقول was ولا اقول where ولا do. بنروحة كده نمشي واحدة واحدة. شوفكم كده مش عارف اتعرف اتحلوها ولا لا. yesterday يعني مبارح من الكلمات الدل على الماضي. تمام. فين هنا اللي يدل على الماضي? did بتستخدم في الماضي. was where بيستخدمه في الماضي. دو مضارع دي مستبعدة. حلو خالص. تمام? تمام. di he. هي يعني هو. هي مفرد. ما ينفعش where تيجي مع المفرد. لان وير بتيجي مع الجمع. استبعدنا where? يا طرى بقى اختار did he ولا واضحي. ايه رأيكم انتو? اقول did he happy ولا واضحي هابي. ركزوا بقى معايا في المعلومة دي تخلي بالكم معلومة مهمة جدا. ما تختارش did. خالص. الا لو كان عندك فعل في المصدر. تاني. did. علشان تختارها الجملة بتاحتك لازم يكون فيها مصدر. تاني ها. did. لازم يكون في مصدر. هل صفة? ويستر دي يعني مبارح يبقى ما تقوليش did. هنا اروح ل مين بقى? اروح لواز على طول ان واز هي اللي بيجي معاها صفة عادي. او حرف جر او اسم. ما بيجيش معاها مصدر. واز ما بيجيش معاها مصدر ابدا. تاني. يبقى خلي بالك الجملة لو ما فيهاش مصدر ما تختارش did. لو جاب لك جملة في الاختيارات جايب لك did. ما تختارش did. غير لما يكون عندك فعل في المصدر. طب ايه معنى الجملة دي? was he happy yesterday? هل هو كان سعيد بالامس? ممكن اقول yes. وممكن اقول no. ده بالنسبة لل past simple. الماضي البسيط مشروع عندكو. في المنهج الجديد زي ما قلنا عشرين خمسة وعشرين. في listen to. في الدرس التاني. الدرس لو قلني الكلمات. ودرس كراءة. الدرس التاني grammar. الماضي البسيط. شرحناه بالتفصيل. طب الدرس الرابع في ايه? برضو في حاجة اسمها ظروف التكرار. ينفع نستخدمها مع الماضي البسيط. هسيب لك البورد. ونرجع نشرح مع بعض. ظروف التكرار. يبقى احنا الوقت وصلنا مع بعض لتاني جزئية في في يونت وان. بس لها علاقة بال بالدرس هو هو نفس الدرس. يعني بس هم اسمينهم. عشان يبقى مساهلين عليكو. يبقى انت لو ذاكرت الوقت ظروف التكرار. كده انت خلصت كله. يعني انت كده لو ذاكرت اللي انا هشرحهم دلوقتي دول. خلاص كده انت خلصت بتاع يونت وان. بقى انت عندك الماضي البسيط ولا هنشرحها دلوقتي حاجة اسمها ايه? يعني ظروف التكرار. تعال كده معايا. ظروف التكرار. مين هم بقى ظروف التكرار دول? عدوا علينا برضو في ابتدائي اللي هو كلمة دائما. وعندك كلمة عادة عادة. usually. وكلمة احيانا. sometimes. وكلمة غالبا. اللي احنا بنقول عليها ايه. often. وكلمة ابدا. اللي هي never. وكلمة كل برضو اللي هي معناها دائما. usually. معناها عادة. sometimes. معناها احيانا. often. معناها غالبا. never. معناها ابدا. every معناها كل. تمام. ما لهم بقى ظروف التكرار وايه علاقتهم مع الماضي البسيط? بيقول لك ان ظروف التكرار اهد ظروف التكرار اكتب بها كده المعلومة دي. تستخدم مع الماضي البسيط للتعبير عن عادات في الماضي. يعني ايه? حاجة انت كنت متعود عليها في الماضي. ينفع تستخدم ظروف التكرار عادي في الجملة. يعني ايه برضو? ظروف التكرار دي اصلا من الكلامات ده على المضارع. طب ايه اللي جيبها في الماضي? جاية باستخدام مختلف. ايه الاستخدام ده? حاجة انت كنت متعود عليها في الماضي. فينفع استخدم ظروف التكرار. يعني ايه الكلام ده? خلي بالك معي. يقول لك مثلا ايه? she always. هي دائما. نقط. when she was on holiday. في الاجازة. ويديك اختيارات. يقول لك she always play. she always plays. ولا she always played. ركز بقى معي كده على مهلك خالص. على مهلك. لو انت قريت الجملة لحد هنا بس كده. لحد هنا وقفت. she always نقط. هي دائما نقط. الجملة دي كده مضارع بسيط. لان المضارع البسيط من الكلمات الده اللي عليه ظروف التكرار. طيب. كمل بقى الجملة. كملها. when she was. عندما كانت في الهوليدي. فين بقى? في الاجازة. خلاص كده بقى الجملة past. عادة في الماضي. تختار فعل ماضي. ولا play ولا place. نختار played. اهو نقر نكتب كده بقى هنا. جملة. هي كانت دايما بتلعب. امتى? عندما كانت? on holiday. يعني عندما كانت فين? في الاجازة. يبقى ممكن نستخدم ظروف التكرار دية. مع الماضي للتعبير عن عادة. طب هاديكم جملة. جرب انت بقى تحلها في التعليقات كده. اقول لك مثلا ايه? she sometimes. not to school. when she was young. عزين بقى اختيارات حاضر. وق? ولا وقت? ولا وقس? تمشي? she sometimes. هي احيانا كانت نقطة school when she was young. عندما كانت صغيرة. اقول وق? ولا اقول وقت? ولا اقول وقس? اختار واكتب لي في التعليقات طيب. حد يسألني سؤالة ومعلومة انتوا عارفينها بس انا هقولها المفروض. ظروف التكرار دي بتيجي فين? مكانها فين في الجملة? مكانها في الجملة قبل الفعل. اهو لو انت بسط كده او شري بعد اهو. she always played. تيجي قبل الفعل. ادي الفعل اهو قبلها. she sometimes هنختار مسلا وقت او وقت. يبقى قبل الفعل. يبقى مكان ظروف التكرار قبل الفعل. طيب لو عندي في الجملة verb to be. مين verb to be ده? اللي هو was aware في الماضي? تيجي بعده. يبقى بعد verb to be. يعني لو الجملة فيها was. او where? لا تيجي بعدها. يعني عايز اقول مسلا هي كانت متعودة على حاجة معينة. اقول she was always. يبقى لو فيه verb to be يجو بعد verb to be. انما لو ما فيش خلاص مكانهم فين? قبل الفعل. يبقى. ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل. كده احنا خلصنا. يونت وان. يا رب اكون قدرت افهمكم الدرس. انتظرونا بقى ان شاء الله. هنبدأ ان نزلكوا درس القراءة. درس الدرس. ما تقلقوش على مهلكه. بس انت كده. الفيديو ده. خليه عندك. كده انت خلصت. مزكرة. عيده تاني كده بسرعة. انت هتذاكر الماضي البسيط. وهتذاكر ظروف التكرار. تاني. هتذاكر الماضي البسيط. وهتذاكر ظروف التكرار. ظروف التكرار. هتيجي مع الماضي البسيط علشان تعبر عن عادات في الماضي. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت وان. انتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. نبدأ بقى نشرح لك دروس القراءة ونمشي معك درس بدرس. بعد كده نحل اختبار على اليونت. ما تقلقش. المنهج ان شاء الله سهل جدا. وبسيط. اسهل كمان من المراحل اللي فاتت. منتظرين دعواتكم. ياريت دعمكم. لايك وشير عشان توصل المعلومات دي لكل الناس اللي انت تقدر توصلها لها. انتظرونا في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.